قبل ما نروح لفكراتنا وبرنامجنا النهاردة تابعنا كلنا خلال الأيام القليلة السابقة طبعاً موضوع محمد الشناوي كابتل النادي الأهلي وحارس مرمى النادي الأهلي وتم إيقافه أربع مباريات قبل ما نروح لموضوع محمد الشناوي وإيقافه عايزين نرجع مع حضراتكو يعني لورا من بداية الدور الممتاز النادي الأهلي بيتعرض لظلم شديد جداً من لجنة الحكام في خلال الدور الممتاز من أول مباراة انطلقت فيه بطولة الدور الممتاز النادي الأهلي تعرض للظلم بيّن أمام نادي وادي دجلة النتيجة انتهت بالتعادل أمام وادي دجلة والنادي الأهلي فقد نقطتين مهمين جداً في مشوار الدور النادي الأهلي كان ليه ركلة جزاء صحيحة مليون في المية حاكم الفار وحاكم الساحة ما شافوهاش مقصودة وهنقول هنا مقصودة وهارجع لحضراتكو التاني وهقول لحضراتكو مقصودة ليه المباراة الأخيرة كانت أمام البنك الأهلي النادي الأهلي قدم مباراة كبيرة النادي الأهلي أحرز هدف في الشوط التاني عن طريق اللاعب أيمن أشرف كان هدف صحيح بنسبة مليون في المية حاكم الفار لغاء كابتن عمر الشناوي وعايز أرجع هنا وقف قدام الكابتن عمر الشناوي وإحنا زي ما إحنا شافين ده الهدف أمامنا الكاباتن الحكام في الفضائيات إزاي بتضار السودات التحليلية في التحكيم أو المدخلات التحكيمية بيتعامل كونسولتو في الحالات التحكيمية اللي فيها جدل بيقود الكونسولتو بتاع التحكيم الكابتن أحمد الشناوي كابتن أحمد الشناوي في مكالمة مع جميع الحكام بيتشاوروا اللعبة هدف ولا مش هدف كابتن أحمد الشناوي حاب يقنع كل الحكام إن الكرة مش هدف وفيها فاول على أيمن أشرف لكن الحكام كلهم أصروا على رأيهم إن الكرة هدف والكرة ما فيهاش فاول على أيمن أشرف وهدف صحيح للنادي إلى أهل وده اللي طلعوا وقالوه شفناه رأي مغاية كابتن أحمد الشناوي عشان أحط لحضراتكم بس إزاي بتضار الحالات التحكيمية في السودات التحليلية الحكام أصروا على رأيهم وشافوا إن الكابتن محمد سلام حكم اللقاء كان لازم ما يرجعش الحكم الفار وكان لازم هو اللي يحسب الهدف وكان قريب من اللعبة عشر يارضات يعني كان قريب من اللعبة جدا النادي الأهل خسر نقطتين كمان أمام البنك الأهل يعني النادي الأهل خسر أربع نقاط مهمين في مشوار الدوري في أول سبع مباريات كان النادي الأهل دولي متصدر بطولة الدوري وبسهولة الأمر ما وقفش عن تعادل النادي الأهل في الماتشين ودي دجلة والبنك الأهل لكن في المباريات النادي الأهل بيفوس فيها بنتيجة كبيرة تلاتة واربعة برضو فيه اخطاء تحكمية كبيرة جدا على النادي الاهلي من قبل لجنة الحكام ومن قبل حكم السحة وحكم الفار بنشوف الحكام بتلغي اهداف صحيحة بداع التسلل على النادي الاهلي شفناها في مباراة المحلة شفناها في مباراة سيراميكا شفناها في مباراة كتير في السبع مباراة تخيل النهاردة كم الاخطاء الكبيرة جدا في سبع مباراة بالنسبة للنادي الاهلي اكيد مقصودة مليون في المية مقصودة لو انتوا زهقتوا ان النادي الاهلي بطل للدوري من عشرين سنة احنا كجمهور ومجلس ادارة ولعبة النادي الاهلي ما زهقناش النادي الاهلي زي ما تحارب السنة القبل اللي فاتت على بطولة الدوري السنة دي ان شاء الله لعبة النادي الاهلي قادرة انها تحقق بطولة الدوري عايزين نفكر حضراتكو وياريت تعرضونا في الاعداد حالات تحكمية مشابهة للكرة او اللقطة اللي تم اقاف محمد الشناوي فيها بالنسبة لحكم المباراة قال في التقرير بتاعه انها لقطة عفوية وغير مقصودة محمد الشناوي علشان كده ما كانش فيها انذار ولا فيها كارت احمر محمد الشناوي بعد المباراة وزي ما احنا شافين قدام حضراتكو دول اربع لقطات مشابهين ياريت لا اعرضونا اللقطات تانية يا شباب لو سمحتوا دي اللقطات زي ما احنا شافين لقطة لفوق لرمضان صبح في مرات بيرامدس كابتن صباحي وهو بيشده من ايده اللي تحت كانت قابل نهاية كاس مصر مصطفى محمد اللقطة التالتة لشكبالة مع اللايم مان على الخط ولقطة الشناوي هي اللقطة اللي شافوها يعني فيها خدش للحياة اللقطات التانية زي ما اللين بيقال في فيلم تمانية جيجا فاكرين لما كانوا بيطرفع في المحكمة وقال يعني كانت جذبة رقيقة جذبة هادئة لكن جذبة محمد الشناوي كان فيها خدش للحياة هم شافوها كده الناد الاهل النهاردة تقدم بالتماس للتحاد الكرة او اللجنة السلسية بكرة هيابت الامر في امر محمد الشناوي من هنا اتمنى وهم عارفين ان الكرار ظالم اتمنى بكرة يعدلوا الكرار الكرار اللي طلع بيقاف محمد الشناوي اربع مباريات اتم اتمنى ان يتم العدول عنه وان محمد الشناوي ياخد حقه محمد الشناوي لا يستحق الطرق ولا يستحق الايقاف دي كانت رسالتي للجنة الحكام وايضا للجنة السلسية استقيموا يرحمكم الله